أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أن التحديات المعاصرة تتطلب تكاتف الدول التي تؤمن بالسلام نهجا وخيارا استراتيجيا ومواجهة الأفكار والأيديوليجيات الهدامة التي تغذي الكراهية والتطرف والإرهاب وأشار سموه إلى همية الاستمرار في ترسيخ أسس التعاون الاستراتيجي بين الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ما يصب في دعم مسارات التنمية قليميا ودوليا لا في تنسموه إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز أفق التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ودعم الشراكة الثنائية بين البلدين والتي تحظى بكامل الاهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيدة يايل لامبرت القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى حيث نوه سموه بالعلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وشعبيهما الصديقين والتي شكلت على الدوام البعثة لموصلة التعاون الثنائي ودعم انطلاقته نحو الآفاق التي تعزز التكامل فيما يتقاسمانه البلدين الصديقين من اهتمام مشترك في تعزيز الأمن في المنطقة منوه سموه في هذا الصدد بالدور الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة والحلفاء في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي وتم خلال اللقاء استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة